اشتركوا في القناة الموقف صعب جدا وهم برضو خايفين وهم صرحاء مع ربنا الخوف ده يا جماعة الخوف ده فيه خوف كويس والخوف ده حاجة في الفطرة انك تخاف علشان تحسن حياتك يعني مثلا بتخاف من العربيات بتقف كده وتبص كده وكده قبل ما تعد الشارع ده خوف ولا مش خوف بس ده كويس لانك لو ما خفتش هتروح رامي نفسك كده في التهلوكة يعني فيه خوف بيخليك تبقى أحسن وما بيقصرش على حياتك بالسلب تبقى ده خوف كويس وفيه خوف بقى بينكد عليك ويسود عليك عشتك وده بقى خوف مرضي خوف ايه تتخلص منه في الحال لانك انت الخوف اللي انت خايف منه ده وهم وهم كبير انت مش خايف من حاجة انت خايف من الخوف انت أصبحت تخاف من ايه من الخوف انما ذلكم الشيطان يخوفوا ايه فلا تخافوهم وخافوه ماش كده ما تخافش من اي حاجة مهما الناس خوفتك من اي حاجة ما تخافش لازم تبقى ايه ها وتشيل الخوف من قلبك ده خالص اذا كان ربي يقول لك ما تخافش وما تحزنش وما تقلقش عاوز من تاني ييجي يقول لك ما تخافش هلا ان اولياء الله ايه ولا هم ايه ألا تخافي ولا ايه ايه لسه سيدنا موسى ايه وربنا شوف يعني هو شوف هنا بيقول له ايه قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا يعني ايه يعني هم خايفين ان هم يروحوا الفرعون وقبل ما يبدأوا يتكلموا يفرط عليهم يعني يعاجلهم بالعقوبة ده فرعون فرعون ده يعني هو سيدنا موسى عليه السلام عارف يعني ايه فرعون ان يفرط علينا او ان يطغى يعني كمان يعني مش يعاجلنا بالعقوبة بس ويطغى في العقوبة يعني ده ممكن يعمل فينا اي حاجة الواحد يتصورها الطغيان في العقوبة السرعة والطغيان قال لا تخاف انني معكما اسمعوا ايه فأتي ياه بعد كل ده هتلاقي برده الخوف موجود لما وقف السحرة وقلقوا العصيان بتاعتهم وبقى التعبين سيدنا موسى حصله ايه خاف وربنا قال له ايه لا تخاف انك انت لحد الحدثة دي كان سيدنا موسى بخاف كان سيدنا موسى ايه بعد الحدثة ديت ما بقى شي خاف خلاص تحول الى 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 انسان لا يخاف يا سلام لما تتحول الى انسان لا يخاف امتى بقى تتحول الى انسان لا يخاف لما بقى ايه لما تتعود على خلاص انت بقى يعني حيحصل لك ايه اكتر من كده اه مش مش فيش مشاكل تخافش من حاجة ولذلك لما فرعون سيدنا موسى عليه السلام واخد قومه كلهم وبيجري بيهم واسموا لحد البح ولقوا فرعون وراهم قالوله اننا مدركون قومه بيقولوله ايه قال لهم كلا هنا بقى قال لهم ايه ان مع يا ربي ياه كنا عايزين نسمح الكلمة دي من زمان كلا ان مع يا ربي اول ما تعرف ان ربنا معك هتخاف من ايه هتخاف من ايه هتخاف من ايه وانت معايا ما تخافش ما تخافش من ايه حاجة وربنا بيطبطب عليك ما تخافش ما تخافش قال لا تخاف وبعين ربنا قال وهو معكم اينما كنتم يبقى هو ربنا معك في اي حتة انت تكونها مش كده يعني في الدنيا ربنا معك ولا مش معك في القبر معك ولا مش معك اينما في الموت في الاخرة يوم الايامة استحضر بس معاية الله اه معاية مين خلاص اذا كان ربنا معك في كل مكان وفي كل زمان يبقى تخاف من ايه لا تخافش من اي حاجة شكرا